لسا مكملين مع منتخبنا الوطني والمنتخب الوطني هيلعب مباراة ودية إن شاء الله أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم 14 يونيو هيكون فيها استدعاء لخمس لعبين مش موجودين حالياً في قائمة المنتخب هيكون أبرزهم أبرز الوجوة اللي هتخش من العناصر الجديدة اللي مش موجودة حالياً مصطفى الزنالي وباهر المحمدي الفاتر اللي فاتت كلام كتير اتقال عن ان اتحاد الكورة فصل 12 موظف بعد حكاية خطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وعرفنا أفريقيا معاشاً إن ده مش صحيح وكل ما في الأمر إن الـ 12 موظف دول مشوا أول ما اتحاد الكورة جيه واستنم مهمته لأسباب مختلفة بعيدة خالصة عن موضوع الخطاب حبينا نوضح لحقاكم هذه المعلومة نروح لي النادي الأهلي والنادي الأهلي اليوم أعلن عن انتقال أليو باتجي إلى صفوف نادي 100 الفرنسي بصفة نهائية بعد مقام النادي الفرنسي بتفعيل بند شراء اللعب في عقد العرى اللي قضاها باتجي في النادي الفرنسي لمدة عام ويتلقى النادي الأهلي رغبة من النادي الفرنسي في خطاب رسمي منذ عدة أيام وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال باتجي لنادي الجديد اللي عارفه رقم 10 من مصدر داخل النادي الأهلي إن الصفقة هياخد فيها النادي الأهلي 2 مليون دولار هيحصل عليهم على قسطين كمان نسبة 20% من إعادة بيع اللعب مرة أخرى يقول لكم حاجة عن قلي عبادجي مهمة جدا الي عبادجي رغبة لجنة التقطيط في النادي الأهلي كانت عودتهم مرة أخرى للنادي ودي رغبة مش على هوا بيتسو موسماني مش على هوا بيتسو موسماني وبصراحة شديدة الي عبادجي كان مهاجم كويس وبيتسو موسماني من اللحظة الأولى ما كانتش لادد عليه ما كانتش حبه ما كانتش عجبه فسوى كان مهيم كويس وكان يفيد الأهلي مع كامل الاحترام لكل المواجمين الموجودين في الأهلي حاليا كان ممكن يفيد أكتر شوية وقاة الله فعليا السنة دي معنا دي عموما الأهلي قرر أنه يبيع أليو باجي عشان لقى أنه الرقم حلو الرقم معقول الرقم مناسب جدا 2 مليون دولار إليه نادي الأهلي أنه يرجعه وفي الأخر يضطر يسيبه بالاش بعد كده لو ما أخدش فرصة قال لك هاي فرصة عشان الأهلي بصراحة في الأمور دي ضيع عدد من الفرص في كثير من الأمور وكان دايما نقول كده أنت عندك محترف جالك في سعر كويس طلعه عشان كده كده لو ما استفدش منه ماديا في اللحظة اللي جالك فيها العرض ممكن بعد السنة ما يجلكش أصلا عرضه وتسيبه بالاش فده رقم مالي الأهلي استفد منه عشان كده الأهلي ضحى بقى اليوباجي ضحى بقى اليوباجي اللي تقلق كثيرا هذا الموسم اليوباجي مع أميال فرنسي عمل ايه للسنة دي للسنة الإعارة بس بقى الأرقام لعب 26 مباراة سجل 13 هدف صنع 3 أهداف صنع 3 أهداف يعني أنت بتتكلم في نسبة كبيرة جدا في عدد المباراة أو عدد المباراة اللي لعبها بالأهداف وبصناعة الأهداف تماماته النجاحة كان 0.6 لكل مباراة ويسدد 2.5 معدل يعني متوسط لكل مباراة وأهضر 10 فرص أرقام رائعة لو كان انتهى بأرقام مواجهة من نادي الأهلي في الوقت الحالي أكيد اليوباجي هتفوق بكل المقاييس تاي